أروح للنادي الأهل حقيقة كهرباء بيتلقى عرضا من أحد الأندية في الدوري الدرجة الأولى السعودي حتى الآن ما جالوش من الدوري الممتاز السعودي أو يعني الدوري الممتاز هناك فقط عرض واحد وهو من أحد الأندية المتواجدة في الدرجة التانية أو الدرجة الأدنى نادي اسمه نيوم المتواجد في دوري يلو ده بالنسبة لكهرباء حتى الآن طبعا الكهرباء بيحاول يعوض بعض الماليات الإخسارة بسبب دفع غرامته لنادي الزمالك طبعا آخر بنكلم دايما أي العيب في آخر مواسم ليه فيه كرة القدم بيحاول أنه يأمن مستقبله بشكل أكبر الأمور بالنسباله تكون موجودة بشكل أكبر وعتقد نادي الأهل ما عندهش مشكلة أن الكهرباء يرحل ولكن يكون مقابل المادي للنادي جيد وفي نفس الوقت طبعا اللاعب يستفيد من المقابل المادي ده ما زال النادي الأهلي بيطلب حكام أجانب في المباراة القادمة منهم مباراة بيرامدز ومباراة المصر النادي الأهلي زي ما تشوفوا كده كان حكم اللقاء أسباني مباراة الأهلي وزمالك والنهاردة الرجل بيتفسح دكتور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بيفسح بقى الحكام يعني الأمور بالنسبة له خلاص الناس أخرت فلوس وجاءت تفسح ما لعبتش ماتش إيه الحلوة دي الطعمة دي الناس جاء في الشمس بتاعت مصر يتشمسوا وينزلوا الحمام السباحة وخلاص ماتش ما تلعبش وبالتالي بقى إن شاء الله الأيام القادمة تبقى مختلفة يعني عندنا الخبر ده جماعة طيب مش الحكام الأجانب في مباراة بيرامدز اهو دكتور وليد العطار نعى حكام المباراة بتاعت الأهلي وزمالك اللي ما تلعبش حكام من أسبانيا وبالتالي كان بيفسحهم النهاردة في القاهرة الأهلي بيطلب ده مورتلكم كده حكام أجانب لمباراة بيرامدز القادمة بالنسبة للنادي الأهلي بالنسبة للعلي معلول هناك تحذيرات من الجهاز الطبي بعدم التصرع بعودة علي معلول في التدريبات عمتا يعني فيه أمور كده لازم خصوصا لإصابة تاعت معلول يعني إصابة حساسة جدا وخاينة كمان يعني خاينة يعني بمعنى إيه إن انت ممكن تحس ان انت كويس تيجي تنزل بعد الشر ترجع تاني فمهم جدا انت توصل لمرحلة من الاتمئنان على ان الإصابة خلاص خفت وتعمل عدة اختبارات وترجع فبالتالي فيه بعض التحذيرات إن مايرجعش بالسرعة اللي ممكن تكون متوقعة ان شاء الله كده معلول يرجع بالسلامة كلاعب الحقيقة لعب مميز حقيقة ومحترم جدا نفس الوقت النادي الأهلي يمحتاجوا في المرحلة القدم اشتركوا في القناة